وصل للتوى المدير العام الأسبق والمطلوب قضائيا عبد المومن ويلد قدور للجزائر عبد المومن ويلد قدور تم توقيفه في الإمارات بتاريخ السابع عشر مارس الفين وواحد وعشرين ويتابع الرئيس المدير العام السابق لمجمع صناطراك عبد المومن ويلد قدور الذي أنهيت مهامه في الثالث والعشرين أفريل الفين وتسعة عشر بعدة قضايا فساد ثقيلة إذ ذكر اسمه خلال التحقيقات في عدة قضايا فساد مع الإخوة كونيناف كما تورط في فضيحة تنازل عن بعض حقول في مشاريع نفطية متواجدة بصحراء الجزائر لصالح شركات أجنبية على غرار ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية والقدور متابع أيضا في قضية تجديد عقود شركة إسبانية بحقول إيناميناس لمدة عشرين سنة بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها كما أنه متهم في الملف المتعلق بشركة بي آر سي بعقد صفقات مخالفة لأحكام التشريع والاختلاس وتبديد أموال عمومية إلى ذلك فإن الرئيس المدير العام السابق لشركة متورط أيضا في قضية شراء مصفات النفط الشهيرة أوجستا بي سيقلية الإيطالية والتي قدرت قيمتها بمليار دولار نذكر مشاهدنا الكرام تتابعونا في هذه الصور المباشرة وصول المدير العام الأسبق لشركة سونطراك عبد المومن ولد قدور بعد تسليبه من طرف الإمارات وجدير بالذكر أن المدير العام الأسبق لشركة سونطراك وصل للتو للمطار الدولي هوري بومديا وهو مطلوب قضائيا عبد المومن ولد قدور وصل إلى الجزائر وتم توقيفه في الإمارات بتاريخي السابع عشر مارس 2021 والرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك متابع أيضا في عدة قضايا فساد تجد الإشارة إلى أن عبد المومن ولد قدور المدير العام السابق لمجمع سونطراك أنهيت مهامه في 23 أفريل 2019 ومتهمنه أيضا بعدة قضايا فساد تقيلة هذا وذكر اسمه خلال التحقيقات في عدة قضايا فساد مع الإخوة كونيناف كما تورط أيضا في فضيحة التنازل عن بعض حقول في مشاريع نفطية متواجدة بصحراء الجزائر لصالح شركات أجنبية على غرار ريبسولا الإسبانية وكي أيضا توتال الفرنسية والتقدور متابع أيضا في قضية تجديد عقود شركة إسبانية بحقول إيناميناس لمدة عشرين سنة بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها كما أنه متهم في الملف المتعلق بشركة PRC بعقد لسفقات مخالفة لأحكام التشريع والاختلاس وكذا تبديد أموال عمومية إلى ذلك فإن الرئيس المدير العام السابق للشركة متورط في قضية شراء مصفات النفط الشهيرة أوغيستا بسيقلية الإيطالية والتي قدرت قيمتها بمليار دولار تتابعون مشاهدنا الكرام في هذه الصور التي اتصلكم مباشرة من المطار الدولي الجزائري هواري بومديان للحظة وصول المدير العام الأسبق لسنطراك عبد الممن ولد قدور بعد تسليمه من طرف الإمارات العربية المتحدة وهذا بعد تسليمه من طرف الإمارات وصل لأتو المدير العام الأسبق والمطلوب قضائيا عبد الممن ولد قدور للجزائر عبد الممن ولد قدور تم توقفه في الإمارات بالتاريخ السابع عشر مارس الفين وواحد وعشرين ويتابع الرئيس المدير العام السابق لمجمعي الصنطراك عبد الممن ولد قدور الذي أنهيت مهامه في ثالث والعشرين أفريل الفين وتسعة عشر بعدة قضايا فساد ثقيلة الذكر اسمه خلال التحقيقات في عدة قضايا فساد مع الإخوة كونيناف وتورط في فضيحة التنازل عن بعض حقول النفط في مشاريع نفطية متواجدة بصحراء الجزائر لصالح شركات أجنبية على غرار ريبسولة الإسبانية وأيضا توتالة الفرنسية هذا وولد قدور متابع أيضا في قضية تجديد عقود شركة إسبانية بحقول إيناميناس لمدة عشرين سنة بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها كما أنه متهم في الملف المتعلق بشركات بيار سي بعقد صفقات مخالفة لأحكام التشريع والاختلاص وتبديد أموال عمومية لذلك فإن الرئيس المدير العام السابق للشركة متورد في قضية شراء مصفات النفط الشهيرة أوجستا بسقلية الإيطالية والتي قدرت قيمتها بمليار دولار إذن متابعينا الكرام تتابعونه وحسب هذه الصور التي تصلنا من المطار الدولي هواري بوميديان لحظة وصول المدير العام الأسبق لشركة سونطراك عبد الممن ويلت قدور بعد تسليمه من طرف الإمارات العربية المتحدة وبعد توقفه يوم السبت الماضي في مطار دبي سلمت السلطات الإمارية الإماراتية عفوا المدير العام السابق لشركة سونطراك عبد الممن ويلت قدور وأوضحت أن ويلت قدور جار توقيفه تنفيذا لمذكرة أنتربول دولية صدرت بعدما طلبتها السلطات القضائية بالجزائر مضيفة أنه سيمثل بعد أيام من تسليمه إلى الجزائر أمام عميد القضاء للتحقيق للغرفة الأولى بطبيعة الحال لدى القطب المالي والاقتصادين لسيدي أم حمد هذا وتم توقيف فولد قدور من قبل شرطة دبي قادما من العاصمة الفرنسية باريس متجهة نحو سلطنة حمان حيث واجه الفار من العدالة تهما ثقيلة تخص ملف سونطراك وتجذر الإشارة إلى أن ويلت قدور متابع في عدة قضايا قضايا فساد هنا بالجزائر هذا وتم توقيف بدولة الإمارات رئيس المدير العام لشركة سونطراك عبد الممن والد قدور قد تم توقفه في الإمارات بتاريخ السابع عشر مارس 2021 ويتابع رئيس المدير العام السابق المجمع سونطراك عبد الممن والد قدور الذي أنهيت مهامه في 23 من أفريل 2019 بعدة قضايا فساد ثقيلة إذ ذكر اسمه خلال التحقيقات في عدة قضايا مع الأخوة كونيناف كما تورط في فضيحة التنازل عن بعض حقول للنفط في مشاريع نفطية متواجدة بصحراء الجزائر لصالح شركة أجنبية على غرار ريبسول الإسبانية وكذا تطال الفرنسية والد قدور متابع أيضا في قضية تجديد عقود الشركة إسبانية بحقول نامناس لمدة عشرين سنة بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها كما أنه متهم في الملف المتعلق بشركة بيارسي بعقد صفقات مخالفة لأحكام التشريع والاختلاص وكذا تبديد أموال عمومية إلى ذلك فإن رئيس المدير العام السابق للشركة متورد في قضية شراء مصفات النفط الشهيرة أوغيستا بسقلية الإيطالية والتي قدرت قيمتها بمليار دولار إذن كانت هذه الأولوية للحدث تبعتم معنا بالتفصيل ما حدث الآن ولحظة وصول المدير العام الأسبق لشركة سونة تراك إلى الجزائر بعد تسليمه من طرف السلطات الإماراتية للجزائر أشكر أيضا مروا معك شكرا جزيلا لك نمر إلى فاصل الإشهري ولنعود